بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديماء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسات وعنت فنعم عقب الدار لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات أشهد أنك قتلت مظلومة وأن الله منجز لكم ما وعدكم جئتك يا ابن أمير المؤمنين وعافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله أمتين قتلتكم بالأيدي والألسل السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم أسلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزائي أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع أولاة أمره أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهدائه وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في علين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك وضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبثين فإنه أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تدعني في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا عيبا إلا أنسترته ولا رزقا إلا بصدته ولا خوفا إلا آمنته ولا شملا إلا جمعته ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته ولا حاجتين من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاح ألا قضيتها يا أرحم الراحمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام أشهدوا لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي فلعن الله أمتين قتلتك ولعن الله أمتين ظلماتك ولعن الله أمتين استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد الله بدرجة آبائك في دار جمات النعيم اللهم إني تعرفت لزيارة أولياء رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دارة وعيشي بهم قارة وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني من من ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحان منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلام آمنا بالله وبرسوله وبكتابه وبما جاء به من عند الله اللهم فاكتبنا مع الشاهدين اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي قبر ابن أخي رسولك صلى الله عليه وآله وارزقني زيارته أبدا ما أبقيتني واحشرني معه ومع آبائه في الجنان وعرف بيني وبينهم وبين رسولك وأوليائك اللهم ينصلي على محمد وآل محمد وتوفني على الإيمان بك والتصديقي برسولك والولاية لعلي بن أبي طالب والأمة من ولده عليهم السلام والبراءة من عدوه فإني قد رضيت يا ربي بذلك وصل الله على محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة